تعليمات الموازنة التي من المقرر اصدارها بعد عيد الأطحى المبارك ستكون بداقة لرقابة يقال انها مشددة لتنفيذها حكوميا في وقت ينتظر البرلمان انتهى عطلته التشريعية لتقييم عمل حكومة السودان على وفق تقريرها نصف السنوية بعد مشوار طويل بين تشريع وإقرار وتصديق تدخل الموازنة المالية البلاد حيز التنفيذ الحكومي تنفيذنا سيكون تحت رقابة السلطة التشريعية التي تؤكد عبر لجنتها المالية ان الجهود القادمة ستجه نحو مراقبة الصرف وكيفيات التعامل الوزاري في تنفيذ استراتيجيات المنصوصة عليها داخل هذا القانون علاقة مجلس نواب مع الموازنة ليست علاقة تشريع فقط بل هناك جانب مهم جدا يتعلق في مراقبة الأداء وموارد الصرف لذلك سنبقى متابعين لكل وحدات الانفاق ومتابعين إلى موارد الصرف وكيفية الصرف وقياس أثر التشريع وعلى الجانب الآخر ينتظر من البرلمان حال انتهاء عطته التشريعية تقييمة تقرير نصف السنوي الذي رفعته الحكومة بشأن ما أنجزته خلال ستة أشهر الماضية في مفاصلها الوزارية يضاف إلى ذلك الكثير من التشريعات والقرارات هناك جملة من القوانين والقرارات والمتابعات التي تخص مجلس النواب عليه متابعتها بعد الانتهاء من عطلة الفصل التشريع الأول بما فيها التقرير النصف السنوي الذي عدته الحكومة وقدمته للبرلمان إضافة إلى كثير من المشاريع والقوانين المعطلة التي كانت متأخرة بسبب إرهاصات الموازنة والتي أظن هي الموازنة عليها هناك اللجنة المالية عليها المتابعة وستصدر التعليمات الخاصة بنفاذ الموازنة المالية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المباركة لتعامم على جميع الدوائر والوزارة الحكومية فيما ستباشر وزارة المالية بتمويل المبالغ المستحقة للأشهر الماضية خصوصا التشغيلية أما شعبيا فتتجه الأنظار صوب الموازنة المالية وتنفيذ أبوابها الاستثمارية بما ينسجم وحاجيات الشارع العراقي مصطفا الوشع الرابعة بغدر